السلام عليكم كيفكم كيف صح تكون طبعا ان شاء الله تكونوا بخير طبعا الفلوغ اليوم سيكون مختلف جدا لانه فلوغ اليوم هو تظهر العراقيين في ولاد ساندياقو تحتي دانعيكهون المساند للتظاهرين العراقيين في بغداد وفي العراق كل الأماكن طبعا المساند المساند للتظاهرين وان شاء الله تفرج على كل البلاد تابع فيه جميعا تحتي خانم المترجم للقناة 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 موسيقى 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 غاية التشرف وغاية الترفف يا الهداء في عداء قارلاً 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 موطني موطني الهداء سالماً ونعماً وغالماً مكرماً الهداء في عداء قارلاً 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 موطني موطني بألم بالغ بألم بالغ وقلوب حزينة جداً نشاهد ما يحصل لأبناء وطننا الجريح من ضرب وتعذيب وقتل من جراء مطالبتهم حقوقهم المشروعة وهذه أبسط حقوق المواطنة وهي العيش الكريم وتوفير فرص العمل للشباب العاطنين عن العمل وصمة عار كل من هاجم المتظاهرين ومن أمر بمهاجمتهم وصمة عار لكل سراق أموال العراق ومن أمر بمهاجمتهم 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 يرحلوا يفاكم نهلاً لها طالماً يرحلوا يفاكم سلماً لها طالماً يرحلوا يفاكم نهلاً لها طالماً يرحلوا يفاكم سلماً لأوطالنا يرحلوا يرحلوا سلتم نهدتم باسم الدين والدين منكم مرام يرحلوا يرحلوا باسم الغرية وهي معكم عزيان خسام يرحلوا يرحلوا ليسا بالاقتلال ولا بالفرو ولا بالاقتلال ولا بالطائفية فورد الخرية منطل شرعية في مرحب الأوطار منطل بالخرمان منطل بالأيكان فورد الخرية منطل شرعية منطل الشهداء منطل الفقراء فورد الخرية بالطبع 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 حضرات السادة الحوضر الأفاضل أسعدتم مساءً وأهلاً ومرحبا بحضراتكم جميعًا نجتمع اليوم كي نعلن تضامننا كامل مع أبناء شعبنا الغيارة في ثورتهم المعلنة غض الحكومة الفاسدة والفاسدين من الأحزاب اللاوطنية سراء قوت الشعب أيها الظور الكريم حضوركم اليوم دليل على وطنيتكم وحرصكم وتفانيكم لتقرير مصير بلدكم يتفضل الآن السيد نجاح يوسف لقاء كلمة التيارة ديوخار أيها الإراقيون في المهجر الأمريكي لا لقمع الحريات نعم لتنفيذ مطالب المنتفضين تعم أرجاء الوطن ومنذ يومين احتجاجات شعبية واسعة تشكل إنذاراً حقيقياً للحكومة العراقية وللقوى السياسية المتنفذة المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في البلاد والواقع المعيشي والحياتي المزري للمواطنين لا سيما فئات الفقراء والكادحين والشباب مما ولد حالة من السخط العارم غير مسبوط وهذا يتطلب من الحكومة العراقية القيام بإصلاحات جذرية شاملة وعلى مختلف الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذا فالحكومة اليوم هي على المحك وينبغي عليها تنفيذ وينبغي عليها اتخاذ الإجراءات الجدية العادلة والعاجلة التي ينتظرها ويطالب بها شباب الانتفاضة المبثلTI المبثلات مر إدد مر إدد اشتركوا في القناة 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 الجمال والجمال والسناو والمراء في رماء والحياة والنزاة والسناو والنجاو في رواء في رواء سالماً منعماً وهانماً مكرماً الآن في العلام تبلغو السلام تبلغو السلام ممنين موطني موطني الشباب لتلك الله ورسع نستطيع ورسع نستطيع ورسع نستطيع ورسع نستطيع ورسع نستطيع يا العلام يا نوري كلنا المعددة وعيشنا المنكدة كلنا المعددة وعيشنا المنكدة لا نعين لا نعين ما اسمنا التليم ما اسمنا التليم موطني موطني ما تسرف العلام تسان دياغو ما تسرف العلام تسان دياغو ورفع ورفع هيدك بيخو اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة